اليوم الوطني للبيئة وتحت شعار بيئتنا أمانتنا غاباتنا مسؤوليتنا أقامت مديرية البيئة بطرطوس حملة تشجير لحديقة الهلال الأحمر بحي الإنشاءات بحضور فعاليات رسمية وأهلية تأتي هذه حملة تشجير في حديقة الهلال الأحمر تعويضا للأشجار المحترقة وترخيص مفهوم الشجرة وأهميته في الحفاظ على البيئة نحن بعد الحرائق اللي أصابت بلدنا الحبيب السورية وخاصة بالساحل السوري من واجبنا الأخلاقي أنه نعود هالأجزاء المحروقة ولازم نعود أجيالنا أنه لازم دايما نزرع الغطاء الأخضر بالمدن لأنه هو مهم كتير كتير لحياتنا اليومية أقيمت الحملة بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والبيئية بهدف ترسيخ مفهوم زراعة الأشجار وهميتها في حماية البيئة نحن اليوم نأكد ضمن هدف جمعية سلامة للطبيعة الدائمة أنه ننشو الغطاء الأخضر وخاصة بعد هالحرائق اللي صارت بمحافظة الترطوس لازم كل هدفين يكون عنده هذا الاندفاع وهذا التطوع ليرجع بلادنا خضرة مثل ما كانت وأحسن بتحس لما بتزرع شجرة كأنك عم جد عم تعطي ولد جديد كأنك هيك عم تزرع روح حلو أنك كتير أنك تكون مساهم بروح خضرة نحن لازم نحافظ على بيئتنا ونكون إيد وحدة لأي عمر بلدنا اليوم الوطن للبيئة لازم نحافظ على البيئة ونزرع أشجار ومنكب وصخفية وستعمل الجهات المعنية خلال الفترة القادمة على تكثيف حملات التشجير في مختلف المناطق لتعويض ما أمكن من الأشجار التي التهمتها نيران الحرائق الأخيرة التي تعرضت لها المحافظة محمد حسن الأخبارية السورية ترطوس